موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع رسالة واضحة أوصلتها عملية القدس الأخيرة إلى إسرائيل والعالم أجمع هي أن المقاومة مستمرة وأن انتفاضة القدس لم تخمد بعد رغم انخفاض وطيرة العمليات لكن التوقيت بدأ بالغ الأهمية فعلى الصعيد الدولي أتت العملية بعد خطاب نتانياهو الأخير في الأمم المتحدة وحديث عن فرض تسوية جديدة أما على صعيد الداخل الفلسطيني فقد تزامنت مع خطوات المصالحة التي بدأت ملامحها تلوخ في الأفق بعدما أعلنت حركة حماس مواقف جديدة موافقة على حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة دعوة حكومة الوفاق إلى زيارة القطاع والقبول بإجراء انتخابات عامة للأمس القريب كانت مواقف حماس مختلفة فما الذي تغير؟ يقول مسؤولنا في الحركة أن ذلك جاء استجابة للجهود المصرية والسؤال ما الذي يدفع مصر إلى تكثيف جهودها الآن وبهذا الشكل لإنهاء الانقسام؟ هل هو الخوف من دخول أطراف إقليمية أخرى على خط تقاسم النفوذ في غزة؟ والمقصود هنا طبعا تركيا وقطر خصمي القاهرة؟ هل الأجواء السائدة تعني أن الشعب الفلسطيني بات أمام فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام والنهوض بمشروع وطني موحد؟ إلى أي مدى تبدو حركة حماس وفتح جادتين هذه المرة في تطبيق الاتفاقات السابقة لسيما اتفاق القاهرة من أجل تحقيق المصالحة؟ ماذا عن بقية الفصائل؟ وما سر الصمت الإسرائيلي إذا المصالحة؟ المصالحة الفلسطينية التحديات والآمال هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نصطديف فيها من رمالة السيد حسن يوسف القيادية في حركة حماس أهلا بك سيد حسن دكتور محمد الشتيع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أيضا هو معنا من رمالة ومعنا هنا في السوديو دكتور ماهر الطاهر مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أهلا بكم جميعا أبدأ من رمالة مع السيد حسن يوسف لا شك أن قرار حماس الأخير مهم جدا ومفاجئ ربما لكثيرين في الداخل الفلسطيني أو في الخارج ما الذي حتم على حماس اتخاذ قرارات متقدمة من هذا النوع الآن بعد عشر سنوات من الانقسام وحمدا على سلامتك سيد حسن يوسف وحضرتك وذكر المشاهدين خرجت للتو منذ شهر تقريبا من سجون الاحتلال تفضل شكرا لكم تحية لكم وللإخوة المشاركين ولجميع المشاهدين لا هو يعني حركة حماس لم تخطو هذه المرة هذه الخطوة الجادة الذي كان يتابع الأمور خلال اتفاق الشاطئ الحركة تنازلت عن الحكومة تنازل الأخ أبو العبد الذي هو رئيس المكتب السياسي الحالي وكان رئيسا للحكومة أنا ذاك في غزة تنازل عنها ثم خلال تشكيل الحكومة الحالية الوفاق الوطني أيضا حماس تخلت عن كثير من الأمور لا يوجد هناك وزير واحد له علاقة بحركة حماس لا من قريب ولا من بعيد كل ذلك من أجل تهيئة الأجواء لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام حماس تخذت قطوات جادة أكثر من مرة وهذه المرة أيضا كذلك بقلب مفتوح أيضا أقدمت حماس على خطوة جادة ومن جانب واحد لتسهيل أمر المصالحة وليسير الكطار المسير السليم والصحيح فاتخذت القرار بإلغاء اللجنة الإدارية إذن حركة عملياتية جادة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة ليست هذه المرة الوحيدة وهنا أهمية هذا القرار لأنه مصلحة الشعب الفلسطيني نعم حل اللجنة الإدارية أو ما كان يسمى بحكومة حماس يعني مهم جدا بعد جاء الآن بعد عشر سنوات في مقاومات سيد حسن اليوم لإنجاح هذه المصالحة ويعني عدم الوقوف في التجارب السابقة والاتفاقات اللي وضعت ولم تنفذ ولم تطبق وكانت الابتهامات دائما سيد الموقف اليوم في مقاومات لنجاح هذه المصالحة بالإضافة إلى ما تحدثت به سابقا الحركة جادة وتعتقد أن المصلحة الفلسطينية يجب أن تغلب على أي من الأمور الأخرى وكذلك نحن لا نعيش في المريخ نحن نعيش في الواقع هناك الموقف الدولي المتغير بشكل متسارع في الإقليم في الظرف الموضوعي والذاتي والمحيط كله بالإضافة إلى النوايا الصادقة عند حركة حماس والخطوات الجادة سابقا ولاحقا اتخذتها ويعني هناك قرار استراتيجي في الحركة عند الأخوة في كافة أماكن اتخاذ القرار في الضفة في القطاع في أماكن الشتات وعلى أكثر من ساحة أننا سنذهب إلى أبعد مدى لأننا نرى هذه المرة نرى أن الظروف مواتية ظروف الواقع كله مواتية لإنجاز هذه المصالح وإنهاء الانقسام نعم سنتحدث عن الظروف الإقليمية والدولية وهي بالتأكيد لعبت دور كبير في هذه الخطوة للتدليل على ما تقول تفاجأنا أو تفاجأ البعض ربما بتصريح القيادة في حركة حماس رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار عندما قال أنه سأكثر رقبة أو عنق من سيعرق المصالح إن كان من حماس أو من غير حماس طبعا ربما هذا التصريح أيضا لم يعجب البعض ولكن هذا دليل على جدية الحركة هذه المرة في الذهاب نحو المصالحة اسمح لي ودكتور ماهر اسمح لي أن أتوجه إلى دكتور محمد دكتور محمد كان في ترحيب من الرئيس الفلسطيني من حركة فتح بما أعلنته حركة حماس وأسمح لي أن أذكر المشاهدين ببيان حركة حماس التي تضمن البنود البارزة التي وافقت عليها الموافقة على حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة دعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا الموافقة على إجراء الانتخابات العامة الاستعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة وملحقاته تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه جميع الفصائل على اتفاق 2011 لا شك أنه أيضا الدور المصري الذي سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقا لعبا كان مهما وعاملا حاسما لكن فيه تفاصيل والشيطان يكمم بالتفاصيل مسألة التسلم والتسليم مسألة الأجهزة الأمنية رواتب الموظفين كل هذه الأمور هل بحثت هل تمت مناقشاتها مسألة سلاح المقاومة استمعنا إلى مسؤولين كثر من حركة حماس قالوا أنه لا مساس أبدا بسلاح المقاومة وما في نقاش أبدا بالموضوع هذه التفاصيل تم نقاشها أولا نحن في حركة فتح وعلى رأسها الرئيس أبو مازن نعتقد أن هناك فرصة جدية وحقيقية وكبرى من أجل أن تتم هذه المصالحة واحد نمرة اثنين نحن في حركة فتح جدون تمام الجدية في أن ننجز هذه المصالحة أنه من اليوم الأول رغم الضغوط الدولية والضغوط الإقليمية إلا أننا بقينا مستمرون وذهبنا إلى جولات وجولات ووقعنا القاهرة واحد والقاهرة اثنين ثم اتفاق الدوحة وغيره وبالتالي نحن جدون كل الجدية في إنجاز هذه المصالحة الإشي المهم في هذا الأمر هو إيش اللي حيصير لاحقا هذه المصالحة عبارة عن خطوات متدرجة ومتدحرجة وبالتالي لا نتحدث عن كامل المواضيع دفعة واحدة الآن هناك ثلاث قضايا كما جاء في تقرير حضرتك وفي سؤالك يا ستلينا أنه حل اللجنة الإدارية بسط سلطة السلطة والذهب إلى انتخابات ولكن ليست هذه كل محاور المصالحة هناك قضايا متعلقة بالأمين هناك قضايا متعلقة بالقضاء هناك قضايا متعلقة بالمصالحة المجتمعية هناك العديد من القضايا نحن لا نتحدث عنها الآن ولكن الخطوة الأولى اللي بدنا إياها أنه نخلي هذه المصالحة تسير إلى الأمام لأنه هذا الفصل الأسود في تاريخ شعبنا يجب أن ينتهي السؤال المهم اللي جاء في سؤال حضرتك أنه ليش المرة هذه تنجح والمرات الماضية ما نجحت الأساس في هذا الموضوع أنه طول عمرنا إحنا نبحث إذا كان حركة فتح عندها أي علامة مميزة بين الفصائل الفلسطينية هي حرصها على الوحدة الوطنية الفلسطينية وأنا أعرف أن الشيخ حسن يوسف وأخي ماهر الطاهر أيضا اللي بيشاركوني في هذه المنصة هم أيضا من رواد العمل الوحدوي ولكن الآن مصر اللاعب الرئيسي في موضوع المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لعبة دور كبير ودور هام في أن تنجز هذه المصالحة نمرة واحد نمرة اثنين فتح تريد حماس تريد فصائل الفلسطينية تريد والمهم أول أمس أن اللجنة الربعية الدولية اللي كانت تضع عراقيل وتضع شروط على المصالحة الفلسطينية قد أصدرت بيان ترحيبي في هذا الأمر أضف إلى ذلك أو أضيف إلى ذلك أن الأوضاع اللي في قطع غزة على مدار عشر سنوات الماضية أهلنا في قطع غزة عانوا من الأمرين وهناك ألم شديد وبالتالي قيادة حماس مدركة للواقع الأليم اللي بعيشوا قطع غزة ما بين حصار إسرائيلي على مدار عشر سنوات الكهرباء أربع ساعات المية 95% من المياه ملوثة نسبة البطالة في قطع غزة 41% نسبة الفقر في قطع غزة حوالي 51% 70% من أهلنا في قطع غزة يعيشوا على المساعدات الخارجية إذن الوضع العام اللي أدركته حركة حماس اللي قيادتها للمرة الأولى بتعيش في قطع غزة على تماس مع الناس أدركت أن أبو مازن أقرب إلى حركة حماس من أي لعبة إقليمية أخرى إذن بالمجمل العام الآن اللي بنقوله أن هذه المصالحة متدرجة نحن رحنا بالخطوة الأولى وحريصين كل الحرص على أن تنجح الحكومة ستذهب يوم الاثنين إلى قطع غزة يوم الثلاثة ستعقد الحكومة جلستها الأولى في قطع غزة نحن في اللجنة المركزية شكلنا لجنة لمتابعة نجاح المصالحة ليس فقط وفدنا ولكن لجنة تتابع لحظة بلحظة من أجل أن نكتسح كل المشاكل عندما يتم هذا الأمر ستكون جمهورية مصر العربية بدعوة حركة حماس وحركة فتح للحديث عن ما جاء في سؤال حضرتك وهو القضايا الأخرى ماذا سنتفق على الأمن والقضاء والأراضي والمعابل هو ربما الأجهزة الأمنية أكثر المواضيع حساسية عذرني دكتور وأكبر التحديات أنه من سيمسك بالأجهزة الأمنية أو بقيادة هذه الأجهزة نحن مأجلين هذا السؤال هذا السؤال تفجيري ما بدنا نعالجه الآن لأنه زي ما ذكرت لك الموضوع بالنسبة لنا هو أن المصالحة قضية متدحرجة متدرجة سنعالج كلهم في وقته الإشي المهم اللي يبدأ أقول لك وأقوله لمستمعينك وآخر جملي وهو أنه عندنا أساس وهو اتفاق أربعة خمسة ألفين وحداش هذا الأساس سنحتكم له وهذا الأساس يعالج كامل القضايا المتعلقة بالقضاء والأمن والمعابر وغلو وإذن الأمر بالنسبة لنا بعيد ووضح المصالحة خطوات متدرجة متدحرجة يجب أن نبني ثقة ونراكم هذه الثقة لكي ننجح ونحن في حركة فتح مصرين على أن ننجح وحقيقة نحن مصرون على معالجة نقاط التوافق لحصلة أو المصالحة ومش الرجوع إلى نقاط الخلاف فقط قبل أن أنتقل إلى دكتور ماهر الحكومة ستجتمع بغزة ويفترض أن يكون هذا عرص حقيقي عرص فلسطيني حقيقي أبو مازن سيمكن أن يتواجد أن يقوم بمفاجأة ما خلال اجتماع الحكومة وأن يزور غزة مثلا لا أبو مازن لن يذهب إلى غزة في هذه الأيام الرئيس أبو مازن كما ذكرت هو أيضا يراقب ويريد ويعطي توجيهات كاملة جميع مفاصل الحكومة ستكون في غزة وكل وزير سيذهب إلى وزارته نحن سعيدين بالبيانات التي أصدركتها حركة حماس والأخ يحيى السنوار وطاكم والأخ أبو العبد وكل المكتب السياسي أنهم سيمنحوا هذه الفرصة كل مصالحة كل فرصة ممكن لكي تنجح الرئيس أبو مازن لن يفاجئ أحد لن يذهب إلى قطاع غزة الآن ولكن بالمجمل العام هو أعطى كامل التوجيهات أن التجربة يجب أن تنجح والجهد هذا يجب أن ينجح لأنه بصراحة لا خيار لنا بعد عشر سنوات إيش حققنا غير أنه فصل أسود في تاريخ شعبنا لا خيار لنا إلا أن ننجح لا خيار لنا إلا أن تنجح والعين فعلا يعني متجهة اليوم إلى فلسطين وفي رهان كبير على نجاح هذه المصالحة دكتور ماهر حضرتكم أيضا يعني فصيل فاعل جدا في كل ما يجري بالساحة الفلسطينية وتواصل معكم أبو العبد سيد إسماعيل هنية ولا شك أنه وضعكم في صورة ما يجري أو ما سيجري وكان فيه اتصال من قيادات من حماس أيضا غير إسماعيل هنية ما الذي يمكن الوقوف عنده أو ما الجديد الذي استمعتم إليه منهم هو فعلا يعني السؤال المركزي عند الشعب الفلسطيني أنه هل موضوع الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هذه المرة سيكون كالمرات السابقة أم أننا أمام يعني تطور نوعي وأمام ما هو جديد على هذا الصعيد أنا أعتقد والجبهة الشعبية يعني بشكل عام أن هناك جديد وهناك تطور وبالتالي ممكن أن نكون أمام فرصة جدية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وهذا ناجم عن أسباب عديدة أبرزها أولا الوضع داخل حماس حماس في قيادة جديدة موجودة الآن واضح من خلال التصريحات التي أعطيت أنه فيه هناك جدية باتجاه إنهاء هذا الفصل الأسود يعني في المسار العملي الفلسطيني أثنين فيه هناك تخوف حقيقي وهذه نقطة في غاية الأهمية غزة قم بلموقوت وفي الضفة أيضا الوضع غير طبيعي على ضوء الاستيطان والتهويد وما يجري في القدس والحالة اللي وصلها الشعب الفلسطيني والدليل العملية القدس الأخيرة نمر القدس نمر الجمال الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة أنه كل ما سمي بخرافة عملية السلام كانت عبارة عن تضليل وخداع لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وخلق حقائق على الأرض وبالتالي الوضع في غزة كان مهيئ لانفجار كبير والوضع في الضفة نفسها مهيئ لانفجار كبير لأنه الشعب الفلسطيني ضاق ذرعا بهذا الوضع كان فيه معطيات دولية دكتور مهر بهذه الوقائع أنه فيه إمكانية انفجار في غزة يعني كان فيه وفود مثلا أو كلام دولي من مسؤولين عن هذا الموضوع هذا الوضع اللي كان قابل للانفجار جعل العالم كله يشعر بمخاطر ما يمكن أن يجري في الوضع الفلسطيني وفي الحال الفلسطيني يعني عندما ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يقال أنه مبعوث لما يسمي بعملة السلام التقى مع الفصائل الفلسطينية في غزة وقال أن الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب ما يجري في القاهرة وأن الأمم المتحدة ستقدم مساعدات للحكومة الفلسطينية من أجل النهوض بمسؤولياتها وشعرنا أنه في هناك قلق شديد بإطار يعني المجتمع الدولي إزاء التطورات في الداخل أيضا نقطة أخرى العمليات العسكرية التي مارسها أبناء شعبنا في القدس في الضفة في أماكن متعددة الدهس العمليات الطعن الناس وصلت إلى درجة أنها لم تعد تتحمل أضف إلى ذلك أيضا تطورات إقليمية في الإقليم ككل هناك انتصارات كبيرة يحققها محور المقاومة هناك محور يتشكل في الشرق روسيا إيران سوريا لبنان العراق المقاومة وبالتالي هناك تحولات بالوضع الإقليمي وفي تحولات بالوضع الدولي كل هذه العوامل دفعت باتجاه أنه لا بد من الإقدام على خطوة ما فيما يتعلق بالأوضاع الفلسطيني نحن في الجبهة نرحب ونقول أن ما جرى هو خطوة بالاتجاه الصحيح لأنه لا بد من إنهاء الانقسام والانقسام شكل خطر جسيم على القضية الفلسطينية لكن السؤال الأساسي وهذه نقطة باعتقادي في غاية الأهمية ماذا نريد من إنهاء الانقسام هل نريد مصالحة بين فتح وحماس فقط أم نريد من خلال إنهاء هذا الانقسام إعادة النهوض بالوضع الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين يعني كبرنامج إعادة صياغة برنامج وطني موحد بالضبط استنهاض إنهاء الانقسام مش أنه في صراعات بين فتح وبين حماس وبالتالي عالجنا هذا الموضوع إحنا إنهاء الانقسام يتطلب أن ننهض بالأوضاع الفلسطينية من خلال رؤية سياسية جديدة من خلال إيقاف الرهان على حلول سياسية ثبت فشلها من خلال استراتيجية عمل فلسطيني جديد من خلال العودة للوثائق التي اتفقنا عليها في الحوارات الفلسطينية الفلسطينية سواء ما اتفقنا عليه في القاهرة عام 2005 سواء ما اتفقنا عليه في عام 2011 إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية واستنهاض أوضاعها وإعادة بناء مؤسساتها إعادة الاعتبار لدور الشتات الفلسطيني ست مليون فلسطيني في الشتات يشعرون بحال الضياع قسم عن بهاجر على أوروبا وعلى كندا وعلى أستراليا وعلى السويد لابد من استنهاض الست مليون فلسطيني حتى نعمل باتجاه إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني هذا هو جوهة إنهاء عملية الانكسر هذه عنوين عريضة وكبيرة ومهمة جدا خاصة فيما يتعلق بالاختلاف الرؤى يعني الرؤية التي تتبنها حركة حماس فيما يتعلق بالمقاومة والمقاومة المسلحة وغيره تختلف عن موضوع العملية السياسية التي تسير في فتح أو تؤمن بها على الأقل سنتحدث عن ذلك لكن بعد الفاصل لدينا مجز لأنباء دكتور محمد بعشتية وشيخ حسن يوسف بقي معنا لو سمحتم وحضرتك دكتور ماهر مشاهدينا مجز لأنباء نعود بعده لمتابعة ندوة الأسباب قومها المصالحة الفلسطينية التحديات والأمال هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة أذكر بضيوف الكرام دكتور محمد سي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح معنا من رمالة شيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس أيضا معنا من رمالة هنا في السوديو دكتور ماهر الطاهر مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أهلا بكم من جديد أهلا بكم أيضا مشاهدين من جديد قبل أن أطرح عليك السؤال شيخ حسن اسمح لي أن أذكر بما قاله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس معيل هنية من أن الحركة بادرت للمصالحة ويجب القول كفا للتشردم الفلسطيني نتابع ثم نعود موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية نحن بدأنا كحركة وفتحنا في هذا الباب الواسع على قاعدة أن القضية الفلسطينية اليوم تمر بتحديات تستوجب من الكبار اتخاذ قرارات قوية وجريئة وواضحة ومتقدمة من أجل توحيد شعبنا الفلسطيني في مواجهة المخططات الصهيونية المدعومة خارجيا التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية شيخ حسن يوسف قبل الفاصل مررنا سريعا على الدور الإقليمي أو دور الدول الإقليمية في مسألة المصالحة وفي الشأن الفلسطيني الداخلي الدور المصري هو الدور الأبرز وفي أحد التصريحات لمسؤولين بحركة حماس قالت أنه مصر أو بناء على الرغبة المصرية استجابة للجهود المصرية مشينا في هذه المصالحة ما الذي عرضته الدولة المصرية وقيل أيضا أنه مدير المخابرات نفسه سيأتي إلى غزة ضمن الوفد الذي عدده تقريبا 450 شخص من مصر وحتى من دول أوروبية ما الجديد الذي طرحته مصر هذه المرة على حركة حماس تحديدا ما من شك أنه كما يعلم الكل أنه الدور المصري هو قديم جديد يعني ليس طارئا ملف القضية الفلسطينية بشكل أساسي مرهون وعهد عند الحكومة المصرية كما يعلم الكل وحتى هناك كانت صفقة الوفاء الأحرار الأولى أيضا كانت المشرفة عليها والرائلة بشكل أساسي مصر بحكم الجغرافيا بحكم العمق الأمني والقومي بيننا وبينهم هي عمقنا ونحن أيضا عمقها مصالحنا مشتركة في كذلك الأمر لا يستدعي الآن الحديث في هذا الجانب نحن نرى أيضا أن موقف الحكومة المصرية كما رأى الأخوة وأخبرونا بذلك أنه في جدية أكثر من أي مرحلة سابقة من جانب الحكومة المصرية وكل مراحل السابقة كان فيها جدية لكن يبدو أنه هناك كما تفضلتم أنه شعور الحكومة المصرية أنه ممكن تدخل أطراف أخرى على هذا الجانب مما دفعها بشكل أكثر لأن ترعى هذه المصالحة وكما قلت أيضا الظروف الذاتية والمحيط والإقليم وكما تفضل الإخوة الذين نشاركهم في كل ما قالوه يعني هذا دعا لأن يطمئن الإنسان الفلسطيني بغض النظر سواء كان من حماس أو كان من فتح أو حتى كل من يتعاطف مع القضية الفلسطينية من الداخل وفي الأساس شعبنا الفلسطيني يجدون أنه فيه هناك جدية أكثر في هذه المرة واندفاع أكثر من الجميع دون استثناء من حماس من فتح من أيضا الرائع الأساس لهذه المصالحة الإخوة في مصر كذلك الفصائل الفلسطينية المختلفة التي أيدت هذا العديد من دول العالم كما تابع الكل كلهم الحقيقة يدفعون باتجاه أنه لابد من إنجاز المصالح الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية بؤر التوتر تؤثر على الحدث العالم برمته وبالتالي لابد من معالجته علاج حقيقي صحيح صحيح شيخ حسن ولكن في موضوع مصر والعلاقات عذرني شيخ حسن العلاقات بين مصر والمقاومة الفلسطينية توترت بشكل كبير وحضرتكم تابعتم الإعلام المصري والكثير من التصريحات التي تقريبا كانت توصف المقاومة الفلسطينية بأن إرهاب نتيجة للظروف التي كانت قائمة ولا نريد الرجوع إليها اليوم تدخل مصر بقوة على الخط وكأنه كن فيكون يعني بادل جهود مشكورة عليها بالطبع باتت لدى حركة حماس اليوم ثقة تامة بالدور المصري المتغيرات الموجودة تجعل الإنسان يقتنص الفرص المتاحة لذلك نحن نعتقد أن الآن الظروف هي مختلفة لا نريد أن نعود إلى الوراء على إيطحان لا نريد أن نفتح الجروح مرة أخرى المهم أن الآن الكل يسعى بخطوات جادة في سبيل إنهاء هذا الانقسام وطي هذه الصفحة وإلى الأبد إن شاء الله هناك متغيرات كما تفضلتم هناك بشكل أساسي الفكرة التي أريد أن أحكيها وتفضل فيها الأخ ماهر الطاهر أنه قطاع غزة برميل من المتفجرات بالإمكان أن ينفجر في أي لحظة الكل تابع هذا الأمر مصر من أقرب الناس الذين يعني يلاحظون هذا الأمر ويقرؤون ويتحسسون هذا الواقع فكان هذا الاندفاع وكان حتى الاحتلال الإسرائيلي هو يعني كما سمعت عن الأستاذ موسى أبو مرزوك أن يقول أنه الفيتو الأمريكي والفيتو الإسرائيلي عن المصالحة رفع ما من شك لأنهم يعلمون أن هذا الوضع المتفجر في كل لحظة ممكن أن ينفجر وينفجر في وجه الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي الكل قرأة قراءة متأنية بعمق رأى الواقع على حقيقته الأمور المعيشية الحياتية كما أيضا صورها الأخ محمد اشتية كل هذه الأمور دفعت مصر وبجدية ودفعت الكل ودفعت حركة حماس أيضا لأن تخطو الخطوة الأولى التي لا أريد أن أقول أن تسجل لها لأننا لا نريد أن نسجل الآن نقاط لكن خطوة جادة مسؤولة وتبعتها أيضا الأخوة في فتح كان لهم موقف فوري إيجابي ثم هذه الخطوات المتلاحقة والمتسارعة من وصول الأجزاء الأمنية ومن جوج الشرطة والصحفيين والإعلاميين وكذلك حكومة التوافق برئاسة الأستاذ رامي ستكون يوم الاثنين هذه كلها خطوات متسارعة جادة من الكل مندفعة باتجاه الغيرة والحرصة على مصلحة الشعب الفلسطين في الواقع الإشارة الأولى ربما كانت بالوثيقة التي أصدرتها حماس قبل أشهر وما قرأوا البعض بأنه خرجت من عباءة الإخوان المسلمين أو على الأقل من مشروع الإخوان المسلمين ربما كانت هذه إشارة مهمة وواضحة واليوم تبعتها هذه الإشارة نتيجة للتغيرات الإقليمية بالطبع التي تحدثتم عنها من ضمن الحديث عن الإقليم وهذه التغيرات تحدثت صحيفة الحياة اللندنية عن ثلاثة شروط وضعها السيد محمود عباس للمصالحة مع حماس عدم تدخل قطر في حكومة المصالحة التي ستنشأ وأنهاء أي تدخل في شؤون القطاع فرض السيطرة فعالية للحكومة على قطاع غزة وعدم وصول أي مساعدات إلى قطاع غزة من دون المرور أولا من خلال حكومة الوفاق الوطني دكتور محمد وحكومة الوفاق الوطني بالمناسبة حضرتك يعني اسمك طرح من ضمن الأسماء المرشحة لترأس هذه الحكومة نتمنى ذلك مسألة التدخلات الإقليمية مسألة حساسة ومهمة هناك من قال أنه مصر اندفعت بهذه الحماسة لأنه في تركيا وفي إيران وفي قطر باتت لاعب فاعل جدا في الساحة الفلسطينية وبغزة بشكل أساسي توافق هذا الرأي تصحيح يلينا أول تصحيح هو أنه أبو مازن ما قال من شروط المصالحة عدم تدخل قطر يعني هذا الكلام نقلا أنا عنقله عن صحيفة الحياة اللندنية ربما يعني مش بهذه الخطية قالوا أنا كنت بالاجتماع يلينا أنا كنت أنا كنت بالاجتماع وبعرف شو اللي صار ما كان فيه هذا الكلام إطلاقا إحنا كلنا باختصار شديد أنه نريد للمصالحة أن لا تعبث بها أي أيدي خارجية هذا الأمر يكون متروك لنا كفلسطينيين من أجل أن ننجز هذه المصالحة وما بدنا حدا من الأبواب الخلفية أنه يشتغل هون ولا هون سواء كان ذلك الأمم المتحدة سواء كان ذلك دول الإقليم أو غيره إحنا نريد لهذا الشأن أن يبقى فلسطيني فلسطيني ومشكورين وشاكرين لكل إنسان يلعب دور في هذا الموضوع من أجل إنجاح وليس من أجل التعطيل واحد نمرة اثنين بنون أدنى شك الإقليم لعب دور سلبا أحيانا وإيجابا أحيانا أخرى ولكن الإقليم كان له دور سلبي في أنه بقي هذا أنه هذا الانشقاق بك عشر سنين هذا كلام ما كان لازم أن يستمر هذه الفترة الزمنية الطويلة الإخوان في مصر هم اللاعب الرئيسي في إنجاح المصالحة الآن لأنه بصراحة الاتفاق الشاطئ تم ولم يكن هناك رضا مصري في هذا الموضوع الاتفاقات التي سبقت وأنا بحكي منه بموقع مسؤول في فترة الرئيس مبارك عندما الرئيس أبو مازن أراد أن يرسل وفد للتوقيع على المصالحة الرئيس مبارك قال له بترجاك ما تبعث وفد لأنه في ضغوط أمريكية ورغم ذلك أرسل الرئيس وفد ووقعنا على اتفاق القاهرة وغيره إذن بالمجمل العام الآن المتغير الرئيسي أنا برأيي هو الدور المصري مصر أولا هي حمية الشرعية الفلسطينية ونحن على تنسيق تام مع الإخوة في مصر نمرة اثنين مصر عندها مشكلة أمنية في منطقة صحراء سيناء والعلاقة بحكم ديكتاتورية الجغرافية والجغرافية السياسية التي تحكم الغزة مع مصر لمصلحة مصر أن تتم هذه المصالحة شيء آخر مصر تريد أن تستعيد دورها الإقليمي في الملف الفلسطيني لأن الملف الفلسطيني قد تم شردمته أحيانا بين هذه الدولة وبين تلك وفي قضية أشار إلها الشيخ حسن يوسف وهي موضوع تبادل الأسرة الآن حماس عندها جثث وعندها إسرائيليين ومقدمين على مرحلة التبادل الأسرة مصر تريد أن تلعب دور في هذا الموضوع أيضا الشيء الآخر وهو المهم لازم نأخذه بعين الاعتبار نتنياهو رفض هذه الصفقة فقط بعين الدوائجين مش مهم نتنياهو اللي بيقوله في وسائل الإعلام تشرك منه المهم شو بصير تحت الطاولة الإشي اللي بدي أنا أقول لك مش إنه والله حماس هي صاحبة ملف المقاومة وإنه فتح هي صاحبة ملف التفاوض فتح هي صاحبة الانطلاق الأولى وإحنا شركاء وإحنا هنا اللي بنا نقول اللي حكي أخي ماهر إحنا شركاء في الحرب إحنا شركاء في السلام إحنا شركاء في برنامج نضالي إحنا شركاء في برنامج سياسي علينا أن نتفق على هذه القضايا ما في معسكر رايح على اليمين وفي معسكر رايحة الشمال. حيثما تقتضي المراحل نعمل على أساسها. لكن في مشروعين في المنطقة. دكتور محمد. كما هو الحال بلبنان. كما هو الحال بالعراق. كما هو الحال بسوريا. أيضا ينطبق الحال على فلسطين. في مشروعين في المنطقة لا نستطيع إنكارهما. وكل معظم المراقبين يعتقدون أنه هذا ينطبق أيضا على ما جرى خلال العشر سنوات في فلسطين. واليوم أيضا أنه مشروع المقاومة ومحور المقاومة. والمسروع الآخر الأمريكي وحلفاء أمريكا. هذا سينتهي ببساطة بالأراضي الفلسطينية؟ لا. اسمحي لي. أنا باختصار شديد لا أقبل التوصيف أنه في حلفاء لأمريكا. وأنه فتح هي تقع في خانة حلفاء أمريكا. هذا كلام أنا لا أقبله. اللي أنا أقبله. أنه في حال نضالية اسمها مسار سياسي. مثل ما عبرنا حال نضالية بالكفاح المسلح. أصبح لنا استراتيجية جديدة. ومن ثم الآن نحن في استراتيجية ثالثة وجديدة. وهي تدويل السراع. نحن انتقلنا من مربع التفاوض. لأنه ليس لدينا شريك تفاوضي. وبناء على نحن وحماس والشعبية والديمقراطية. وكل فصائل. نريد أن نذهب في حوار وطني جدي وحقيقي. من أجل أن يكون هناك برنامج نضالي وسياسي. وبالتالي أنا مع التوصيف بالإقليم. أنه في معسكرات في الإقليم. ولكن نحن مش معسكرات في الساحة الفلسطينية. في معسكر مع أمريكا. وفي معسكر ضد أمريكا. لا. نحن الذي يحكمنا في حركة فتح. هو المصلحة الوطنية الفلسطينية. بما تكتضي مقاومة شعبية. نحن جاهزين. مسار سياسي يعطينا الحد الأدنى من العدالي لقضيتنا. بما ينهي الاحتلال. ويقيم الدولة الفلسطينية. وعاصمتها القدس. وحق العودة لللاجئين. نقبل ذلك. وليس لوحدنا. وكل فصائل منظمة التحرير. هذا هو برنامجنا السياسي. وبالتالي. لا يوجد مقاومة مسلحة. على حال وطني جديد. من دون مقاومة مسلحة. نحن رايحين على حال وطني جديد. الآن. إذا العرب يريدون أن يذهب على مقاومة مسلحة. يا مرحبا. أي طرف يريدون أن يحرر فلسطين. ويساعدنا في إحقاق حقوقنا الوطنية. يا مرحبا. ولكن نحن نعمل في واقعية سياسية. لا نعمل في رومانسية سياسية. ولا نعمل في رومانسية ثورية. الآن أمامنا بيت القصيد. نحن حلفائنا. كل من يريد أن ينهي الاحتلال. كل من يريد أن يساعدنا في إقامة دولتنا المستقلة. كل من هو معنا في حق العودة لللاجئين. هدولهم حلفائنا. ونخوض معركة مع الإسرائيلي. ونخوض معركة مع الأمريكان. لأن الأمريكان لا يعترف بالدولة الفلسطينية حتى هذه اللحظة. وبالتالي نناضل عبر كل المنصات الدولية. ولكن كان فيها على مدى 50 سنة. ومازال يا دكتور محمد. تعويل كبير على الدور الأمريكي. وحتى بالخطاب الأخير لسيد محمود عباس. كان متفائل. أو كان مرتاح وسعيد بلقاءه بترامب. فيه دائما تعويل على الدول الأمريكي. وعلى الوساطة الأمريكية. وعلى المفادين واللي جايين من أمريكا. ليس ما سبب هي أن تكون حليف لأمريكا. إذا كنت بهذه العلاقات الإيجابية معها. يا لينا. إحنا حلفاء مع علاقتنا في كل من هو يريد أن يساعدنا فيه لها الاحتلال. الأمريكي يكون عنده مشروع سياسي. إحنا بنسمع له. إذا المشروع السياسي يلبي الحد الأدنى. إذا المشروع السياسي يلبي الحد الأدنى من الثوابت الوطنية الفلسطينية. أهلا وسواهلا ومرحبتين. جاي المشروع من الأمريكان. ولا جاي المشروع من الصين. ولا جاي من روسيا الاتحادية. نرحب. ولكن أنا اللي بقول لك إياه. إحنا خضنا تجارب في المفاوضات. لا نرى في إسرائيل شريك تفاوضي. ولا نرى في المسار السياسي الحالي. اللي عم بنشغل الآن. أنه يلبي الحد الأدنى بمعنى إنهاء الاحتلال إقامة الدولة الفلسطينية. لذلك إحنا هذه المصالحة. ليس لن نرجع لموضوع الندوة بعد حضرتك. إحنا هذه المصالحة نرى فيها تعزيز الجبهة الداخلية. من أجل مواجهة الاستحقاقات السياسية. ومواجهة التحديات التي ستفرض علينا. وأنا أتمنى عليك والمستمعين يسمعوا الكلام. إحنا باختصار شديد. هناك تحضير لمسار جديد. لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. لذلك تعزيز جبهتنا الداخلية مهم جدا. لكي نستطيع أن نواجه هذه التحديات الموجودة. والأشي الأهم أن الفرح الكبير في قلوب أهلنا في قطاع غزة. والفرح الكبير في قلوب أهلنا في الضفة الغربية. وفي الشتات. عند ماهر الطاهر. وفي لبنان. وفي الأردن. وفي كل محل. هذا الفرح لا يوصف أن الوحدة الوطنية بدأت تتحقق. ونريد لها أن تتحقق. هو بالتأكيد في فرح لدينا حتى. المطالب على مخاض كبير. نعم. كأعلاميين وكشعوب لدينا فرح بأن نخطو خطوات نحو أي مصالحة بأي بلد عربي خاصة بفلسطين. ولكن دائما عندما يكون في رضا أمريكي أو رضا إسرائيلي أو صمت أمريكي وصمت إسرائيلي يصبح فيه علامات استفهام كبيرة. وقيل أنه رفع الفيتو الأمريكي والفيتو الإسرائيلي عن هذه المصالحة. يعني حق الجميع أن يتخوف في نهاية المطاف. الولايات المتحدة لا تعمل شير حبا بالله. الأخذ دكتور موسى أبو مرزوك قال أنه رفع الفيتو الأمريكي. نحن نقاتل ضد الفيتو الأمريكي على المصالحة من اليوم الأول. وقاومنا ذلك. وبالتالي رايحين إذا رفع الفيتو الأمريكي. كله بسبب إصرارنا على المصالحة. أنه لا خيار لنا. وبالتالي الفيتو الأمريكي أحبط المصالحة في الماضي. نأمل أن لا يخبطها الآن. ومش عيب ومش غلط. أنه قدرنا نرفع الفيتو الأمريكي. بالكلام أيضا عن الإقليم. حكي كثيرا. وما زال يحكي عن مسار جديد للدول العربية. تقارب ربما مع إسرائيل. إسرائيل تصمت صمت القبور. ولا أدري إن كان في تفسير لديكم على صمت إسرائيل تجاه هذه المصالحة. ربما يحضر بالفعل لمسار جديد لتسوية جديدة في المنطقة. ويجب أن تكون في النهاية المصالحة أساس لهذه التسوية. ومشروع المقاومة بهذه الحال أين سيكون؟ أنا كما أشرت في بداية حديثي. الهدف الأساسي من توحيد الساحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. هو أن نتصد جميعاً كل الفصائل وبكل جدية لمحاولات جادة جداً تجري من أجل تصفية القضية الفلسطينية. الآن الوضع العربي ممزق. العالم العربي يحترق. الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يعتقدون أن هناك فرصة ذهبية لتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. ويجري حديث عن صفقة القرن ويجري حديث عن حلول تدريجية ويجري حديث عن تطبيع العلاقات بين دول عربية خاصة بالخليج وإسرائيل. وبعدين فإحنا أمام مخطط حقيقي يستهدف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. من هنا سؤال هل المصالحة ضمن هذا المخطط الدولي ربما؟ يعني إسرائيل وأمريكا يفكرون أنه طيب هذا الوضع الفلسطيني اللي أصبح مهيئ للانفجار طيب تعالوا خلينا الرتب بطريقة معينة بركي يعني نمشي باتجاه حلول لكن اتضح أن الحلول السياسية وما سمي بعملية السلام وما سمي بحل الدولتين كلها أمور وصلت إلى طريق مسدود وفشلت فشلا كاملا وبالتالي إحنا أمام وضع كساحة فلسطينية استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام أحد أهم أهدافه الرئيسية يعني على رأس أهدافه التصدي لمؤامرات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية لذلك نحن نقول أنه مطلوب الآن حوار وطني فلسطيني شامل يضم كل الفصائل الفلسطيني ونوايا صادقة بالدرجة الأولى مطلوب اتنين وهذا مهم جدا إجراء عملية مراجعة سياسية شاملة لمسار العمل الوطني الفلسطيني وخاصة منذ توقيع اتفاقات أوسدو وحتى الآن وبالمناسبة البيان الذي صدر عن اللجنة التنفيذية يمكن البيان قبل الأخير تحدث عن ضرورة إجراء عملية مراجعة سياسية شاملة منذ اتفاقات أوسدو وتجربة المفاوضات هذا جاء في بيان اللجنة التنفيذية للمنظمة بالتالي نحن بحاجة لإجراء عملية مراجعة حتى يتم عملية طلاق مع كل هذا الخط الذي ثبت فشله وإنهاء أوسدو وسحب الاعتراف بإسرائيل وبالتالي نعمل على أساس لوح أبو مازن بالأمم المتحدة بخطابه الأخير لوح بإمكانية سحب الاعتراف بإسرائيل هو تهديد تلويح أم ربما يذهب بهذا الخيار من الطبيعي أن يسحب الاعتراف بإسرائيل إذا كان 25 عام إسرائيل صاعدت الاستيطان عدة مرات ونتنياهو إلى ما قبل يوم أو يومين يقول بأن الاستيطان وجد لكي يبقى ولن يتوقف ولن ينتهي إذن بالنسبة لهم ما في شيء اسمه عملية سلام لذلك إحنا كفلسطينيين من خلال استنهاض الوضع الفلسطيني من خلال الوحدة الوطنية الفلسطينية بدنا نرسم استراتيجية عمل فلسطيني جديد سحب الاعتراف بإسرائيل والخروج من مجرى أوسلو ورسم استراتيجية تقوم على أساس استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وخيار المقاومة بكل أشكالها سواء العرب سواء الدول العربية بدها تقاتل أو ما بدها تقاتل لكن إحنا خيارنا كشعب فلسطيني هو المقاومة وهذا هو خيار شعبنا جميل هذا الكلام ولكن عمليا كيف يمكن إقناع من يسير في خط التفاوض من عشرين أو تلاتين سنة بالخيارات وهنا تحديدا سنتحدث عن الرؤى لكن بعد هذا الفاصل وعن عملية السلام بشكل خاص بعد فاصل آخر وأخير مشاهدينا ابقوا معنا فاصل قصير نعود بعد أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الجزء الأخير من ندوة الأسبوع قبل الفاصل تحدثنا عن الصمت الإسرائيلي وفي الواقع في أحد الكتاب الإسرائيليين هو يوني بن معنحيم كتب عن هذا الموضوع الصمت الإسرائيلي يقول يتزامن مع رفع الفيتو الأمريكي عن المصالحة وأعطاء ترامب الضوء الأخضر لمصر والسلطة الفلسطينية لاستكمال المصالحة بغراد الخروج بموقف فلسطيني موحد لذهب إلى مفاوضات سياسية مع إسرائيل تقدير إسرائيل أن اتفاق المصالحة لن يخرج إلى النور ولن تتمكن الحركتان من ترجمة تصريحاتهما إلى سلوك عملي على الأرض إسرائيل لديها تقديرات أن حماس ذاهبة باتجاه تقليد نموذج حزب الله في لبنان ونقله لقطاع غزة وأن الحركة لا تكون مسؤولة عن إدارة شؤون المعيشية في غزة وفي الوقت ذاته تريد الاستمرار في المحافظة على الوضع الأمني الداخلي وعدم تفكيك جهازها العسكري في هذه النقطة تحديدا أسألك شيخ حسن يوسف من رمالة إلى أي مدى واقع هذا الكلام يعني أن يكون هناك محاكاة لنموذج حزب الله في لبنان أن تدخل حماس في العملية السياسية وأن تبقي من ناحية ثانية على جناحها العسكري ونحن نعرف أن هناك عشرات ألا لست أدري لست متأكدة من أعداد ألا في المقاتلين ربما عشرون ألف مقاتل بكثائب القسام يعني الواقع الفلسطيني الكل يعلم ما زلنا تحت الاحتلال سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة وبالتالي المقاومة يعني هي حق المشروع للشعب الفلسطيني مبررات وجودها مبررات حمل سلاحها الطاهر الشريف الموجه ضد الاحتلال الإسرائيلي هو يعني أمر لازم لا يجوز لأحد الاقتراب منه لأن المبررات كما كنا هي موجودة كما هي وبالتالي في حال انتهاء الاحتلال ويعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة لها كل مقومات الحياة عند ذلك سيكون هناك حديث آخر أما طالما والاحتلال موجود فأنا أعتقد أنه لا يجوز لأحد الاقتراب من يعني سلاح المقاومة والحديث أو جعلوا مادة للنقاش والحواب نحن نتناقش هذا الأمر لأنه الآن مبررات ما زالت موجودة أنا أرى أن يرحل إلى مرحلة أخرى تعالوا لننجز هذه المصالحة كما تفضل الأخ محمد اشتية أنه بشكل متدحرج وبشكل متأني أيضا ننجز قضية قضية ما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف عليه كما قيل وبالتالي نحن نرى نحن لسنا يعني مختلفين في هذه القضية يعني في حدود ما أسمع من كلام نحن متفكون أنه نحن تحت احتلال إسرائيلي نقوم هذا الاحتلال بكل الوسائل المتاحة ولكن الجانب المسلح في هذا الأمر هو أساس الاحتلال الإسرائيلي بالمناسبة هو يعني إذا أراد أن يرفع الفيتو بغض النظر ومن بعده حليفته الأولى أمريكا هو ليس يعني لأنه لسواد عيون الشعب الفلسطيني كما يقال إنجاز مثل هذا الكلام لكن لأنهم يعتقدون أن سلاح المقاومة سيكون كابوس سيشكل لهم كابوسا في حياتهم إذا منفجر من قطاع غزة في حال أن استمرت الأمور استمر الحصار واستمر التضييق واستمرت الأمور والحال عليه في قطاع غزة والأمور الحياتية الكل يعرفها لا داعي لتعدادها هنا وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو مرغم وأمريكا مرغمة والكل مرغمون على أنه لابد من إنجاز المصالحة والكبول بالواقع الموجود في قطاع غزة بوضعه الحالي دون أن يغير أي شيء وضحت هذه الفكرة لكن السؤال عن وجه الشبه ربما أو محاكاة نموذج حزب الله في لبنان بالتأكيد بحكومة الوفاق سنرى مزراء من حركة حماس مشاركين بالحكومة هذا يعني ما فهمت من كلامك أن الجناح العسكري سيبقى كما هو والسلاح سيبقى كما هو ولن يكون هناك أي مساس فيه ربما يرحل إلى استراتيجية دفاعية أيضا على غرار ما جرى الحديث في لبنان بشكل مختصر لو سمحت ليكون يعني يا أختي العزيزة والإخوة المشاهدين يعني نعيش في واقع مشابه كثير بيننا وبين الأخوة في حزب الله أنا أتحدث عن الوضع اللبناني لا أتحدث عن وضع آخر وعن بوصلات أخرى ليكون لماذا لا نتعلم من بعضنا البعض ولماذا لا نأخذ أيضا يعني تجارب بعضنا البعض ونلقيها ونسقطها على واقعنا فواقع الأمة العربية في كل مكان وتحديدا الواقع الفلسطيني لما يتحقق من خلاله مصلحة الشعب الفلسطيني طالما أن هذه القضية تخدم الشعب الفلسطيني ليكون وأنا في تقديراتي حركة حماس لديها من المرونة الكثيرة هي تقرأ الواقع وترى ما يكون ترى الواقع الفلسطيني انسداد الأفق السياسي الاستيطان تضاعف الاحتلال يدير ظهره لكل حتى مشاريع التسوية السابقة وكل من الطرحات التي طرحت سابقة حل دولتين وغير ذلك المهم وكذلك أمريكا تهويد الكدس والمقدسات وبالمناسبة نحن نصر على الوحدة الفلسطينية إصرارا كبيرا ومضينا في هذه المصالحة تعلمنا مما أنجزه شعبنا الفلسطيني تحديدا في الكدس في انتفاضة الكدس وانتفاضة الأقصى ووقوف الناس من كل أطيافهم السياسية جبهة واحدة كخطوة اعتراضية وقد استطاعوا أن يوقفوا كل خطوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وفرض حقائق تهويدية عليه وهذا يجعلنا لأننا لا بد أن نسعى إلى وحدة فلسطينية حقيقية لنتمترس خلف حقوقنا وثوابتنا التي تتآكل ويدير ظهرها الاحتلال الإسرائيلي وعوانه دكتور دكتور محمد سيئة نحن لا ندري كيف سيتم الدمج بين هذين المشروعين ولا نستطيع إلا الحديث عنهما والتركيز عليهما لأنه يجري حديث كبير عن تسوية صفقة القرن كما ذكر قبل قليل دكتور ماهر من قبل الولايات المتحدة وترامب كما فهمنا منه أنه يعد تسوية جديدة لشرق الأوسط وكان متفائل عند حديث ولقاء مع السيد محمود عباس كيف يمكن لنا أن نفهم أنه في المستقبل يمكن دمج هتين الرؤيتين رؤية المقاومة المسلحة ورؤية عملية السلام وبمباركة أمريكية يعني مش مفهوم الموضوع هذا سؤال مهم لينا أولا عطفا على سؤالك لأخي وصديقي الشيخ حسن يوسف النموذج اللبناني له معطيات مختلفة تماما بحكم التركيبة الطائفية والديمغرافية وغيره بما يجري بلبنان الحال الفلسطيني مختلفة تماما نحن لسنا سلطات نحن سلطة واحدة وبناء عليه إما نكون سلطة واحدة فيها سلاح واحد وفيها شرعية واحدة أو نلغي هذه السلطة ونتحول إلى فصائل كما كان الحال عليه قبل السلطة ولكن لم نكن قبل السلطة على أرضنا وحدتنا الوطني الفلسطيني نحن عبارة عن إعادة التجميع لما كان مقسم لأنه أصلا كانت غزة تحكمها حماس على مدار عشر سنين ونحن موجودين بالضف هذا الحال ما كان ماشي المصار السياسي في أزمة والمقاومة كانت في أزمة ونريد أن نخرج من هاتين الأزمتين عبر الذهاب إلى مجلس وطني أحد أهم خطواته هي المصالحة التي رحنا عليها اليوم وبالتالي بعد ذلك نذهب إلى المجلس الوطني اللي هو برلمان الشعب الفلسطيني من أجل أن يكون هناك الحوار الوطني الشامل حول رؤى رؤى سياسية نضالية برنامج وطني نتفق عليه جميعا وبالتالي ما يصير في عنا معسكر رايح بهذا الاتجاه أو معسكر رايح بهذا الاتجاه هذا جانب الجانب الآخر الرئيس الأمريكي يتحدث عن صفقة القرن ماشي الحال اسمعنا هذا الكلام وإذا كان الرئيس الأمريكي قادر على أن يجبر إسرائيل على انهاء احتلالها لأرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين أهلا وسهلا ولكن كمان نحن ناس واقعيين وقرائتنا للأحداث واضحة جدا اعتقادنا أنه لا يوجد في إسرائيل من هو ويريد أن ينهي الاحتلال الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو هي حكومة متعنتة حكومة استيطانية تقضم من أرضنا 2000 دونوم شهريا وتزيد على أرضنا 2000 مستوط شهريا عدد المستعمرين في الأراضي الفلسطينية اليوم 711 ألف مستعمر يشكلوا 25% من مجمل السكان نتنياهو وحكومته بتقول لا دولة فلسطينية غرب نهر الأردن والمستعمرين هنا ليبكوا وبالتالي مهما تحدث عنه الرئيس الأمريكي إذا لم يكن الرئيس الأمريكي قادر على أن يوقف الاستيطان وقادر على أن يلجم هذه الهجمة على أرضنا من قبل حكومة نتنياهو ونعرف تصريحات التي أدل فيها السفير الأمريكي في تل أبيب إن نمت على شاي فهي تنم على أن حتى أطراف هذه الإدارة بالمجمل العام لا يتحدث حتى هذه اللحظة عن دولة فلسطينية إذن القواسم المشتركة في المشروع السياسي الممكن أنها تطرح الإدارة الأمريكية لا يشكل أنا من هل أحكي لك ولمشاهدينك الكرام والإخواني المشروع السياسي الذي بدأت تطرح الولايات المتحدة لا يمكن أن يشكل الحد الأدنى لمتطلبات ممتاز هذا يعني أن ترفض الولايات المتحدة كوسيط فيه لديكم رفاهية الرفض أن لا تقبلوا بالولايات المتحدة العوسية بالمستقبل يا لينا نعم صحيح عندنا رفاهية الرفض أولا أنا بسميهاش رفاهية الرفض ولكن إحنا عندنا القدرة على الرفض لأنه عندما لم توفي إسرائيل بكامل التزاماتها الرئيس أبو مازن أمام والقيادة الفلسطينية مجتمعة قالت أننا نوقف المفاوضات في ثلاثين ثلاث الفين واربعطاش ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لا يوجد أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بل بالعكس وعلى ضوء ما جرى في هبة الأقصى أوقفنا التنسيق الأمني كامل مع الجانب الإسرائيلي وبالتالي نملك إحنا نملك إرادة وطنية وبالتالي لسنا أسرى لإرادة الآخر هذا هو بيت القصيد قوة الرئيس أبو مازن أنه يملك القلم الذي يقول نعم أو لا وقلم أبو مازن هو إنعكاس لإرادة الشعب الفلسطيني ليس لمزاجية أحد وليس رضاء لأحد كل ما لا يلبي الحد الأدنى لشعبنا إحنا صرنا بنقاتل مئة عام اليوم مئة عام على وعد بالفور وإحنا حاضرين أن نصمد على أرضنا كمان مئة عام لأنه بالآخر كل المسار السياسي الفلسطيني على إيش رايح رايح على أن نقيم دولتنا وإذا اليوم إسرائيل لا ندري كم هو واقعي دكتور محمد اشتياد الكلام وأنا حريصة على أن يكون كلامنا واقعي مسؤولية القرارات سلطة القرارات أو سيادة الدول خاصة في منطقتنا طويل الكلام فيه إن كان بفلسطين أو بغير فلسطين وإلا لما كنا نرى النتائج كارثية بهذا الشكل بفلسطين وبكل العالم العربي مسؤولية السيادة ومن يملي على من وخاصة بفلسطين ومن يجذب من ومن هناك دولة ومن هناك سيادي حتى الآن ومن هناك دولة ومن هناك سيادي قرار الحرب والسلم بيد من في المرحلة المقبلة تحرر وطني لم تنجز مشروعها التحرر بعد. السلطة أحد أدوات المشروع الوطني. وليس نهاية في حد ذاتها. قرار الحرب والسنبي يدلن. ورئيس أبو مازن قال أكثر من لا في البيت الأبيض مباشرة لأوباما وكلينتون واليوم ترامب. وبالتالي أي شيء لا يلبي الحد الأدنى من مطالبنا. أنا أحكي لك بموقع المسئولية. أنا عضو لجنة مركزية. وإخواني باللجنة المركزية. ومعانا شركانا في فصائل العمل الوطني. سواء كان بكرة حماس واليوم الشعبي والديمقراطي. نحن متمسكين في ثوابتنا. ولا يمكن بأي شكل أو الأشكال أن نقبل ما يمكن أن يملأ علينا. إذا كان لا ينسجم مع متطلبات الحد الأدنى من ثوابت شعبنا. بكلمتين. لو سمعت. قرار الحرب والسلم بيد من سيكون في المرحلة المقبلة؟ سيخضع هذا أيضا لنقاش. أليس كذلك؟ قرار الحرب والسلم سيكون بيد القوى الوطنية الفلسطينية المجتمع تحت كبة المجلس الوطني. نذهب إلى الحرب مجتمعين. نذهب إلى السلام مجتمعين. وبالتالي فشل تجربة ذهبنا إلى السلام منفردين. لم يكن ذلك مجديا. ولا ذهبنا إلى الحرب منفردين. نحن نريد وحدة وطنية. القطوة الأولى فيها المصالحة التي نحن رايحين عليها إن شاء الله. دكتور ماهد. هذا الكلام يفترض أن يطبق. خاصة فيما يتعلق بمسألة الحرب والسلم. وبمسألة القرار بيد من والرؤى المختلفة. نتمنى أن يطبق كل ما قاله دكتور محمد. علاقة روسيا اليوم. روسيا تدخل أيضا بزخم كبير على الساحة الفلسطينية. كان في مفد الأسبوع الماضي واليوم أيضا من ضمن الذين سيزورون غزة أيضا مفد روسي. ليش روسيا يعني دخلت بهذا الزخم على الساحة الفلسطينية؟ قبل ما أجاوب على سؤال روسيا. إحنا بالمناسبة أيضا في عنا وفد من الجبهة الشعبية سيزور موسكو قريبا للقاء مع الوزارة الخارجية. فيما يتعلق بموضوع السلاح. إحنا بسيزور موسكو عفوا لأيضا وضعها بالأجواء ما يجري. مصالحة أو فيه؟ موضوع المصالحة وفيه يعني زيارة مقررة سابقا. نعم. نعم. السلاح. الآن فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني. إحنا يجيب كفلسطينيين أن نحسم مسألة. أصبحت واضحة كل الوضوحة. أي حديث عن عملية سلام ومفاوضات هذا انتهى. انتهى بالنسبة لكم يا دكتور مارد. حديث الأخ محمد اشتاية. أنه ما في عملية سلام. وإسرائيل لا تريد عملية سلام. ونتنياهو. بس من المشرح نصحة بيوم وليل. ونرى السيد محمود عباس يدعو إلى مقاومة مستلحة مثلا. عندما نجلس مع كل الأخوة بحركة فتح. الجميع يتحدث أنه ما في عملية سلام. وما في تسويه. وأن نتنياهو لا يريد هذا. والمجتمع الإسرائيلي أكثر من 85% منه. باتجاه التطرف والتشدد. فإحنا بدنا نحسن مسألة. أن هذا الخيار انتهى. وبالتالي حتى نستطيع أن نقف على أرضية جديدة. هذه نقطة أولى. هذا يجب أن ننهي ونحسمه. لأن أي حديث. هذا فاعق تفزير من التقيق. لا لا لا. هذا الأمر سيناقش. الآن الجميع يقول أنه ما في حال. وبالتالي خرافة حل الدولتين والحل السياسي سقط وانتهى. بالمناسبة هي هنري كيسينجر. ما هو اللي برعى كلها العملية الخداع والتضليل. أمريكا. أمريكا طرف معادي. هنري كيسينجر يقول بالحرف. أمريكا لا تحل مشاكل العالم. أمريكا تدير المشاكل في العالم. وتمسك بناصية هذه المشاكل. بما ينسجم مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. صر لهم عقود عم يديروا هذا الصراع بما ينسجم مع مصالح أمريكا وإسرائيل. وبالتالي هذا الموضوع بدنا نحسنه كفلسطينيين. ما يسمي بالخيار السياسي فشل وانتهى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالسلاح. طيب إحنا في مرحلة تحرر وطني. إحنا حاجتنا للسلاح أكثر من حاجة حزب الله للسلاح. إحنا في مرحلة تحرر وطني. نواجه عدو. هلأ في الضفة الفلسطينية. مش عم بفوتوا. مش عم بتفوت قوات الاحتلال على مناطق السلطة. وبتفوت على بيوت الناس. وبتقتلهم في بيوتهم. معلوم. في بيوتهم. طيب هل يعقل أنه إحنا نتخلى عن سلاحنا. الذي ندافع فيه عن أنفسنا وعن شعبنا. هذا ربما سادق. يجوا يذبحون كالخراف يعني. من الطبيعي موضوع السلاح ما يكون موضع مناقشة. أما بعد ذلك. كيف إحنا بدنا نواجه. كيف في رؤية فلسطينية شاملة. متى نلجأ لكذا ومتى نلجأ لكذا. وما هو رؤيتنا في هذه الفترة. هذا أمر يخضع. للرؤية الشاملة الفلسطينية. ضمن الحوار الشامل. للرؤية الشاملة الفلسطينية وقرار وطني فلسطيني. لكن السلاح يجب أن يبقى بأيدينا. ولا يمكن موضوع السلاح يكون موضوع مناقشة. روسيا بشكل سريع. فيما يتعلق بروسيا. روسيا طرف أساسي. وروسيا الآن فيها دور متنامي. في المنطقة ككل. حقيقة وفي العالم. ومهتم روسيا بالشأن الفلسطيني. وبالتالي من الطبيعي. أن روسيا تلعب دور على هذا الصعيد. ونحن مطلوب مننا كفلسطينيين. كل موضوع أن أمريكا هي الراعي لعملية السلام. وإلى آخر المفروض هذا ينتهي كليا. وبالتالي نلجأ للعالم ككل. في مجلس أمن. في الصين. في روسيا. في العالم. تفضلوا طبق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. أقل من دقيقة ونصف لدينا. سؤال سريع لشيخ حسن يوسف. محمد دحلان برز أيضا. اسمه فيه كل ما يجري. كيف ستوائم حركة حماس بعلاقاتها. وتحالفاتها خاصة بين محمد دحلان والسلطة الفلسطينية. وحركة فتح بشكل أساسي. المصالحة يجب أن تكون لكل مكونات المجتمع الفلسطيني. من ضمنها محمد دحلان. من ضمنها محمد دحلان. شيئنا ما بينه. وبالتالي اللقاء مع محمد دحلان هو للمصالحة المجتمعية. نقطة وأول سطر. الرئيس أبو مازن هو الممثل للشعب الفلسطيني. هو رئيس حركة فتح اللجنة المركزية. هم مسؤولون عن حركة فتح. وبالتالي نحن هذه وجهتنا. لا علاقة لأي جانب سياسي. ولا أي مغزى سياسي. ولا أي نواية أيضا سياسية في هذا الجانب. باتجاه محمد دحلان مصالحة مجتمعية. ولكن يا أخت الكريمة. لابد من كلمات يسئرة. نحن نعتقد أن القضية الفلسطينية اليوم في وضع خطر. لابد من تجميع الكل الفلسطيني. لابد من وحدة فلسطينية تتمسك بكل خيارات مواجهة الاحتلال. إعادة تقييم مسيرة التسوية والوضع الفلسطيني من كافة جوانبه. إعادة ترتيب الوضع الداخل الفلسطيني. بإجراء انتخابات شاملة. رئاسية للمجلس الوطني. والمجلس التشريعي والنقابات والمؤسسات. وأن يُعقد المجلس الوطني الفلسطيني القادم. جلسته القادمة خارج الوطن. نتمنى أن يكون في القدس. ولكن للظروف الأمنية. حتى تتاح للكل الفلسطيني. ولتجسيد الوحدة الفلسطينية. في قلف الوطن. أن يُعقد المجلس الوطني في مكان يتاح فيه لقاء القدس. نتمنى ذلك. كلمة أخيرة. فيما يتعلق بالانتخابات. دكتور محمد. في فترة محددة. يفترض أن تجري خلال الانتخابات. أو الأمر كمان مش مطروح بدقة. موضوع الانتخابات هو المركب الثالث في المصالحة. وبصراحة نحن في حركة فتح حريصين. كل الحرص على إعادة إشعاع الحياة الديمقراطية عند الشعب الفلسطيني. المجلس التشريعي مشلول منذ عشر سنوات. نريد أن نجدد الشرعيات الفلسطينية الملس التشريعي. طبعا هناك حوار فيما إذا كان هذا مجلس تشريعي أو برلمان دولة فلسطين. كما هو معروف أن 138 دول اعترفت فينا. وبالتالي قد لا نعود إلى مجلس تشريعي. قد نذهب نحو برلمان دولة فلسطين. هذا الأمر سيخضع للنقاش الوطني. ولكن نحن مصرين تمام الإسرار على أن يكون هناك انتخابات للبرلمان أو الملس التشريعي. انتخابات للرئاسي مثل ما أجرينا انتخابات في المجالس الطلابية. أشكرك. مثل ما أجرينا انتخابات في كل البلديات. مثل ما الآن سنجري انتخابات في جميع النقابات. أيضا نريد للانتخابات العامة أن تتم. لأنه إذا كان عند الشعب الفلسطيني أي ميزة تنافسية في الإقليم. هو أنه شعب ديمقراطي. يريد للمؤسسة الديمقراطية أن تعود إلى هيئتها وإلى هيبتها. أنا أشكرك دكتور محمد جتي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حدثنا من رمالة. شكر موصول للشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس أيضا. كنت معنا من رمالة. وحضرتك هنا دكتور مهر طاهر. مسؤولة دائرة سياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. شكرا لقدومك. وحضرتك الآتي مباشرة تقريبا من فنزويلا. وكانت الأجواء إيجابية في مؤتمر تضامني مع فلسطين. كانت زيارة ممتازة وأجرينا لقاءات. أشكرك جزيلا. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة